موسيقى سيداتي سيداتي أهلا وسهلا ومرحبا تحية طيبة من هذا البلاطو الخاص حصة خاصة ترافق اختتام فعالية الملتقى الوطني لتحديث المنظومة الصحية حضره أكثر من 700 مشارك من مختلف مؤسسات الدولة هو إذن ورشة من ورشة الإصلاح للمنظومة الصحية خطوة نحو تجسيد برنامج الرئيس لترقية المنظومة الصحية كما يجب أن تكون في خدمة المواطن إذن هي استجابة لسلطات العليا لمطالب السلك الطبي بكل أسلاكه بعد سنوات من الانتظار لهذا الموعد إذن منظومة بنقاط ضعفها ونقاط قوتها المستمدة من المجاهد الطبيب الذي جاهد وأخرج العدو وعالج الجزائري هي إذن كيفية التطلع لخدمات في المستوى التي ترقى إليه هذه المنظومة التي يجب أن تخرج من النفق لا شك في ذلك إذن للحديث ومناقشة كل هذه المحاور وأخرى أسعد باستضافة خبراء الصحة في الجزائر وما أحوجنا إليهم للجهاد الأكبر في ترقية المنظومة الصحية البروفيسور نيبوش جمال الدين وهو خبير في الأمراض القلبية والشرين أهلا وسهلا بك شكرا على الاستضافة شكرا بروفيسور بو عمرة أيضا عبد الرزاق على الحضور وأنت مختص في علم الأوبئة والطب الوقائي وهو عماد كل منظومة صحية سعيد جدا أن يكون معك في هذه الحصة ونتشرف أيضا باستضافة البروفيسور عمارت بايبيا وهو رئيس مصلحة الطب الداخلي تعلمنا أيضا كثيرا معك اليوم الملتقى الوطني لتحديث المنظومة الصحية كان استجابة لنداء أسلاك القطاع الصحي كيف يراه الخبراء ما هي مميزاته بإشراف والتزام المسؤول الأول في البلاد بروفيسور نيبوش نعم هذا موضوع مهم جدا وكما وعدنا به رئيس الجمهورية وأتكلم اليوم في خطابه وكنا مسرورين جدا بهذا أسلاك الصحة في الجزائر هما سنوات وسنوات يعني وحنا ننتظره باش يكون هناك إعادة في النظر في يعني وضعية الطبيب ووضعية الشبه الطبي ولهذا أول مرة لي وسيد الرئيس يعني قام بالوجب بتاعه وعدنا والآن اليوم قالنا بلي حتى آخر سنة راح يتكفل بهذا الموضوع الهام جدا وحنا مسرورين وش وعدنا به ووفع العهد التاعه اليوم وحنا مسرورين جدا بهذا القرار في كل مرة يصرح السيد الرئيس ويقول أدعم الجيش الأبيض وأتذكر بروفيسور طبيبيا أحد خرجاته الميدانية في أحد مستشفيات الجزائر أين صرح وأكد أن الوضع سيتغير لممارسي الصحة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك تحية للسادة والسيدات المشاهدين شكرا على السؤال يعني اليوم حضرنا بما استمعنا لخطاب السيد الرئيس الجمهورية بعد يومين من الدراسة والتحليل مع الزملاء والإخوة فيما يخص المنظومة الصحية ومستقبل المنظومة الصحية كما قلت أنت في البداية أن المنظومة الصحية بإيجابياتها وسلبياتها نحن معترفين بأن أمور كثيرة تمت منذ الاستقلال للآن وهذا أكيد واضح أنه بعد الاستقلال كان هناك 300 طبيب الآن عدل أطباء لا يحصى ولا يعد العدد الموجود في الجزائر يتجاوز المغرب وتونس مجتمعي زيد على ذلك عندما ترى المستشفيات، عندما ترى العيادات، عندما ترى الوسائل الموجودة ولكن بالرغم من ذلك معدل العمر أيضا طبعا معدل العمر أنت رأيتي انتقل من 54 سنة بعد الاستقلال إلى تقريب 76 أو 78 سنة شوفي في فترة واجيزة نقوله تقريب أقل من 60 سنة هذه كلها لأنه كان فيها تضحيات بأن الجزائر نحن نقوله قامت بدور جبار في محاربة الأمراض المتنقلة نعم الدفتيريا والتيبركولوز والعالب وحمرون والحصبة وما غير إلى ذلك تقريب تم القضاء عليها وحزت حتى على اعتراف شهادات أمامية وهذا شيء مهم يعني نحن نثمنه ولكن برغم من ذلك كل الجزائريين مسؤولين وغير مسؤولين نعم عارفين باللي يحبين تكون منظومة أحسن من هذه المنظومة نعم فجاء اليوم هذا أو اليومين لتدارس هذا الموضوع نعم وتم فعلا تدارس هذا الموضوع ونحن نعرفه باللي كان تم قانون الصحة في 2018 اليوم هو التجسيد لبعض الأمور اللي ممكن ما كانتش في قانون الصحة السابقة طيب نبقى نعم في قانون الأساسي مثلا وفي مطالب القانون الأساسي ومطالب عمال القطاع الذي لم يعد نظر فيه منذ 2011 بارك الله صحيحنا إن كنتم أفضل نبقى برسل ضيف للمنظومة نطرح السؤال عليك لأنه كين واقع جديد بعد كورونا بعد ما حدث بعد السنتين هذا نعم والدور للعبات والمنظومة الصحية بالرغم كما قلت أنت يا سلبياتها والجيش الأبيض وما قام به يعني جلب انتباه أو اهتمام الرجل الأول في البلاد والسلطات العلية للبلاد من أجل طبعا القيام بهذه الاجتماعات وفي نفس الوقت أخذ التزامات إحنا واش حضرنا اليوم كما قال الأستاذ نيبوش أنه إحنا طبعا إحنا مصرورين لأنه عندما رئيس الجمهورية هو يشرف على الاختتام وهو يصرح بأنه سيحسن الوضعية تعال العمل تعال العمال تعال الصحة من الناحية تعاليستاتيو من ناحية كما نقول إحنا الأمور المادية ولكن في نفس الوقت أيضا تحسين وضعية التكفل بالمرضى في المستشفيات وفي العيادات بتوفير الوسائل اللازمة من وسائل الفحص من أدويا ومن غير ذلك وهذا شيء مهم عندما يكون القاضي الأول في البلاد يصرح بهذا الكلام ويحضر ويقول لك أنا أتعهد قبل نهاية السنة أنه تراجع هذه الأمور وهو قال أنت حذرتي وعلى بالك ما هي الأمور ممكن تطرحها وتكلم عنها فهذا شيء يصر نحنا جميعا طبعا لأنه إحنا وشي همنا يهمنا أولا أن نقوم بالمرض المليح يكون في أحسن مستوى والوضعية الاجتماعية والوضعية العلمية تتحسن تجميع عمال الصحة كيف يره الخبراء هذا القرار لا أظن أنه الوضعية الحالية لرنا فيها الوقت لرنا فيه كان فيه متغيرات كثيرة متغيرات أولا المؤشرات إذا أخذنا مثلا كما قال لك الإسبرانس دوفي إذا نعرفه بالإسبرانس دوفي والإنسان الجزائري قبل الاستقلال كان يغيش 47 سنة بعد الاستقلال يطلع 54 سنة إذن المؤشرات العلمية المؤشرات للبيديميولوجية كلها تغيرت تغيرت كنا في النظام الصحي في بداية الأمر كان نركز على الأمراض المتنقلة الآن الأمراض الغير المتنقلة هي الأكثر هذا أول شيء يقولون الأمراض الغير المتنقلة لتطلب تكنولوجيا تطلب اختصاصات جديدة إذن لازم نغير هذا الشيء النقطة الثانية هي المهمة هي الطلب المواطن المواطن الآن ولا إكزيجون يطلب تحسين الخدمة حتى وفيه خدمة فيه عمليات جد متطورة تقام في الجزائر لكن المواطن يطلب خدمة الشيء الثالث هو المهم هو التنظيم إذا شفنا العدد الآن المؤسسات الصحية عدد العمال كل هذه الأشياء لازم نعود ونرجع النحوات نخضره بعين الاحتبار للمناطق الجهوية كل منطقة وتسحق الإمكانيات خصوصيتهم إذن كل هذه المطالب كان لازم عليها تكون يسمعوها المسؤولين على المستوى على المستوى نعم في السلطة ورئيس الجمهورية ولذلك جاء هذا الملتقى إذن الملتقى استجابة إلى ما طالب علمية مؤشرات علمية ما طالب المواطنين ما طالب العمال الصحة من أجل تحسين الوضع ينتحن كذلك الآن الشيء المهم لنصله له لما يكون إعادة الهيكلة لما تكون القبول لازم تكون عندنا استراتيجية لأنه في التنظيم الصحي والنظام الصحي التعريف التاع هو الإمكانيات التنظيمية ولكن لازم تكون فيها استراتيجية نعم واضحة معي الشيء المهم جدا في الملتقى هذا هو أنه الآن بنتنا الاستراتيجية لمواجهة كل هذه المشاكل التي رأنا فيها في المستقبل وسيد رئيس بروفيسور أبو عمر أكد على أن خطابه كان من مصدر التوصيات المنبثقة نقطة مهمة أنه سيد رئيس استجاب كل المطالب حتى أنه قال أنه أهل مكة أدرى بشعبها إذن سيد رئيس قال لك أنا عرفوا لي الاستراتيجية الحالية التي ستحصن هذه المطالب خريطة طريق لمنظومة صحية ناجعة حتى تتمكن لكي تستجيب إلى كل هذه المطالب النظام الصحي الجزائر أو منظومة صحية قديمة جدا هذه المشكلة وهذا الملتقى ملتقى تجديد تجديد من المنظومة الصحية كما قال 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 سيد رئيس الجمهورية تجديد هذا المنظومة ضروري وضروري جدا لماذا لأن نحن في الميدان نعرف كل الإمكانيات التي عندنا الآن هي البشرية والمادية وكل الإمكانيات التي عندنا رأي إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا ولكن ما عندناش نتائج لحنا نكون مرضيين تنتظروها مرضيين على هذه النتيج مكانش نتيج ملحقوناش لماذا لأن ما غيرناش ما جددناش هذه المنظومة الصحية لقديمة تجوزها الزمن من السبعينات تجوزها من السبعينات وحان الوقت الآن وحنا ضيعنا وقت كبير التجديد مجاش سنوات بعد سنوات بقينا دائما يعني مركزين في المنظومة تا السبعينات نعم ولكن كما نشوف الوقاية تغيرت أصبحت أمراض أخرى أولا عدد السكان مروش عشر ملايين كما كنا نعم رأوا الآن رنافي أكثر من خمسة وربعين مليون نسمة الوضع تغير ولهذا لازم أكثر وأكثر مستشفيات نعم تكون مستشفيات تفعيل الموارد البشرية تفعيل الموارد البشرية تفعيل الموارد البشرية الكل يتفق أنه بخفصة سبيبية أنه هناك أموال ضخة مستشفيات جامعية تقدر بحوالي 30 مستشفى جامعية كما زميلي تكلم عليهم إشارات دقيقة ودقيقة جدا تغير تماما تخير تماما كنا نحن في أمراض البلدان المتخلفة كنا أنا كطبيب الخلب الآن التهاب المفاصل قضينا عليه لغماتيز بارتيكولار يقول يعطي مرض الصمامات قضينا عليه تماما يعني مرض السل قضينا عليه كل أمراض يعني بلدان متنقلة البلدان متخلفة قضينا عليها والآن عندنا أمراض البلدان متقدمة التي تستدعي استراتيجية وقائية تستدعي استراتيجية جديدة هل في استراتيجية اليوم؟ الآن هل نطلبه؟ هل هناك خارج؟ في هذا الجديد نطلبه استراتيجيات مثلا في كل ميادين في كل ميادين الطب الداخلي الأمراض السكري مثلا كل الأمراض المزمنة الآن التي تدي إلى نسبة وفايات كبيرة جدا في الجزائر لازم نتكفلوا بها ولكن تكفل هذا وقايا من قبل ولكن هذا التكفل كيف يجي إلى كما غيرناش المنظومة الصحية إذا كان ما نعطيوش إلى أصحاب القرار ما نعطيوش كل نظرة الصحيحة وهذا طلب مننا رئيس الجمهورية اليوم لكي نعطيوه كل الإشارات وكل الوسائل لكي يأخذ القرار وهذا اليوم كنا مصرورين وإحنا كل كما أستاذ التبايبية قال لكي نحن مصرورين الآن كي شفنا الرئيس يعني يعني أعطى يعني أعطى لكل سلك تعنا المهمة تعه وجاء وتكلم معنا لهذا نحن متفائلين جدا بأن الأمور ستتغير إن شاء الله نعم نبقى في سياق الوقاية بروفيسور طبايبية نحن كما قال بروفيسور نيبوش الجزائري أصبح يعيش معدل الأمل العمر تعوزاد وهي مؤشر إيجابي بفضل مخططات وبرامج الدولة لكن اليوم هل هناك برامج وقائية أخرى تسعى إلى الأخذ بعين الاعتبار هذه المستجدات الوبائية لأن العلاج لا يمكن أن نكمل في هذا المسار يعني أي تكلفة لا تستجيب لمتطلبات الساكنة لا يمكن لمنظومة صحية أن ترتكز على الجانب العلاجي وتنسى الجانب الوقاية شكرا بارك الله وفيك سؤال مهم إضافة لما قالوا الزملاء أنه تغير من ناحية الإبيديميولوجيا قبل كنا الأمراض المتنقلة خلاص دركن مشكلة الأمراض الغير متنقلة لأنه لماذا الجزائري عادي يعيش بزاف وعادي يأكل بزاف وما يتحرك بزاف طريقة العيش تغيرت قليل الحركة كثير الأكل ونوعية الأكل ليس كما زمان كان يأكل كما نقول الماكلات تعلير ميديترانيا يأكل الخبز بزاف يأكل السكريات يأكل الدهون ومع بعد ما يؤدي إلى ظهور الأمراض منها السمنة منها القلب منها ارتفاع الضغط منها ظهور السرطان وهل هناك برامج هنا الإشكال السؤال يطرح هل الجزائر ستتم في هذا الطريق أنها تبقى فقط التعالج تصنع حتى يطيح الفاس في الرأس حتى يلحق الأمراض باش يداوي ولا لازم ها وسيلة أخرى من أجل ربح الوقت ومن أجل تقليل التكاليف يقال نحن نعرف بكري كنا نقول دينار وقاية خير من قنطار علاج صحيح نحن نقول الوقاية هي العلاج وحاليا وش يقول يقول أنه عندما تصرف أين دولار دولار بعد مدة ستربح عشرين دولار في الوقاية والوقاية هذه برك الله فيك نحن نتكلم على البرامج الوقائية خصوصا كما كان قال الزميل السبب الأول الوفاة في الجزائر هي أمراض القلب وشارية تقريب سبعين في المئة أو أكثر حتى الخمسة وسبعين في المئة وش لازم نديره عندنا الضغط روغ تقريب خمسة وعشرين في المئة السكري 14.4% الأمراض السبنة رأي شفتي أكثر من 30% عند المرأة تقريب أكثر من 30% وعند الرجل 14% وعلى العموم أكثر من 60% زيادة في الوزن أو سبنة كل هذه وش لازمنا لازمنا الوقاية عندنا البرامج اللي كانت موجودة ومن ضمنها البرنامج اللي محاربة العوامل التي تؤدي لهذه الأمراض تم اقتراحها في هذه الورشات برامج كثيرة منها البرنامج اللي هدرنا عليه تعمل محاربة الأمراض غير المتنقلة منها البرنامج محاربة السرطان منها البرامج تعمل التطعيم ومحاربة الأمراض غير المتنقلة ومنها برامج أخرى كثيرة هذا هو المشكلة نعم وهي برامج تدعي أيضا التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة مثلا خفض معدل استهلاك الملح والسكري وغيرها بخفز أبو عمرة تم اقتراح أيضا استحداث مؤسسات أو أقسام في المؤسسات الاستشفائية للوقاية هي كل شيء مهم جدا أنه كما تقول الآن الوامس تقول لك بالوقاية نقدر نقص 50% من ظهور المرض وهذا الشيء الذي سجل في دول متقدمة إذا 50% إذا طبقت الوقاية لنقصه بـ 50% الآن كان لازم علينا كذلك نروح لهذا الشيء الآن في الحالة لنا فيها لاحظت أنه مثلا نخذ الكونسار مثلا ولا السلاطان سلاطان إذا كان طبقت المجير والإحترازات الوقائية نقدر أن نمرضش به إذا نقدر أن نقصه فيه في كل المستشفيات فيه مصالح وقائية المشكلة ليس في المصلحة المشكلة الآن أنه فيه برامج فيه برامج في الورق لما تشوف البرنامج كيف مكتوب بالأهداف المسطرة بالخصائص التاعه من أحسن البرامج لكن التطبيق التاعه في الواقع التطبيق الواتع هو ليسجل فيه مشكل كنت ذكرت الشيء مهم جدا أنه تطبيق البرامج يطلب تدخل قطاعات كثيرة القطاعات لما نقول الآن مثلا البيئة إذا نعرفوا بالأمراض على البيئة الغفلات سيغل الصحة على المواطن التجارة مثلا في تعليمات تحقيق لما نقولوا بالأغرونومي الفلاحة إذن كل القطاعات لازم لها تعمل بالتنسيق القريب مع المصالح الصحية إذا نعرفوا أنه الآن لما نقولوا لما نصل إلى 76 سنة المهم جدا 76 سنة بالنسبة للرجل و78 بالنسبة للمرأة نحن نعيش أكثر منكم لهم الآن في الدول المتطورة أنك تريش 76 سنة أو 78 سنة ولكن بدون أمرأة وأنا هو معانتها الوقاية إذن نحميك نطول في العمر التاعك ونحسن كاليتي تاع المعيش أنك أنك تعيش بدون مرض نعم كان شيء مهم كان نحضر على الفاكتور دوريسكولا مخاطر وهذا هو الآن لازم نطوره كذلك سبيسيالتي هي علم الأوبئة لأنه لا نستطيع ندير وقايا نعم إذا لم تطورت علم الأوبئة الدراسات التي تنديرها علم الأوبئة يجب أن تكون فيها دراسات محلية خاصة بالجزائر وخاصة بكل رقعة وبقعة في الجزائر من المفروض حتى المركزية تحدث عليها السيد الرئيس نعم إذا كان اليوم تكلمنا على الوقاية وأنا كطبيب مختص في طب القلب لازم نقولوا بهذه الوقاية في المنظومة الصحية مهمة جدا لا نستطيع أن نكون فعالين في ما نتخذ فيه كقرار مهم جدا إذا لم نغيرنا سلوك العمل لتعنا نعم وتغيير سلوك العمل لتعنا في الميدان هو يجي من تغيير وتجديد وعصرنة المنظومة الصحية هذا واش تكلمنا عليه في كل ورشات نعم التي تكلمنا عليه يعني في هذا الملتقى المهم جدا كما قال زميلي نعم كل يعني الوقاية لكن حكمنا الوقاية وهي مهمة جدا عماد المنظومة الصحية نعم نعم مهمة جدا هما ليس فقط القطاع الصحي كل المؤسسات كل المؤسسات تقوم بالوقاية ومراعاة أيضا خوف السيغ نيبوش مراعاة خصوصية كل منطقة يعني اليوم في الجزائر ليست لدينا خارطة إذا توافقوني وبائية مثلا نعم عندنا في الجزائر وتكلمنا على هذا الموضوع عدة مرات وزارة الصحة درنا درنا في وزارة الصحة منذ ست سنوات مخطط كبير كبير جدا على عوامل الخطر نعم وهذا موجود يعني موجود الآن يخص غير التطبيق نعم التطبيق الفعلي نحن نطبقوا لي أنه لازم تمسيق بين مختلف الوزارات نعم بين مختلف الوزارات والجمعيات وحتى المواطن أيضا نحن عندنا أمل كبير باش هذا التغيير راح يؤدي إلى تحسين يعني في الميدان باش يكون هناك يعني فعالية باش تطبيق هاد كل الأعمال اللي قمنا به نعم المؤسسات العلمية تأثير المؤسسات المؤسسات العلمية في الجزائر قامت قامت بورشات كبيرة نعم وعطت يعني كل توصيات تغنيبوش أنه تغير في نمط المعيشة على الأشخاص نعم وكذلك نوعية علاجهم نعم فإذا نشوفوا إحنا الأمراض المزمنة الغير متنقلة هذا هو المشكل الوفيات وشكون هي هي أمراض القلب نعم والسكري وغيرها والسرطان إذن إحنا كيفاش نعالجهم الوقاية وإحنا نتكلمنا عن الوقاية البرنامج الوطني اللي هدرنا عليه الخاصية تاعه أنه مليح بزفك هايل ولكن التطبيق كما قال الزميل صعب لأنه تداخل المسؤوليات لازم تدخل فيه وزارة الفلاحة تدخل فيه وزارة النقل تدخل فيه وزارة داخلية تدخل فيه وزارة أخرى وزارة البيئة هذه جميع الوزارات لازم تتعاون من أجل تطبيقه وإلا لا يمكن أعطي أنت ضربتي المثال مثلا تاع السكر نسبة السكر ونسبة الملح نعم نسبة السكر في المشروبات ونسبة الملح هذه نقطة مهمة وفي نفس الوقت نقطة التي عالجناها في الورشة وهي ما يسمى تربية صحية وهذه مهمة كثير كثير التربية الصحية للمواطنين على العموم والتربية الصحية أيضا ما يسمى للناس المرضى وعمال الصحة بأنه حتى الميديا حتى كما نقول الصحفيين ووسائل الإعلام يجب أن يتعلم كيف يوصلوا الرسالة للمواطن عندما تقول للمواطن يجب أن تدير الحركة يجب أن يفهموا كيف يدير الحركة عندما تقول يجب أن يكون غذائك صحي ما معنى الغذاء الصحي عندما تقول يجب أن يكون مرفقة إعلامية طبعا لا يجب أن يتدخل يجب أن يتفهموا وإحنا صارنا مشكلة حاليا أنه قضية الاتصال مع المواطنين لا يمكننا أن نقنعهم في وقت الكوفيد لن يديروا التلقيح وهذا مشكلة كبيرة إذن لازم وعلى هذا نقول لك الكوفيد جعل الكوفيد هو الذي أسرع في إحداث هذه ما يسمى الإصلاحات ولازم تكون الإصلاحات تتشوي لأنه علاج لأنه الكوفيد أزمة الكوفيد عرّت المنظومة الصحية في الجزائر وفي العالم كله ثاني عرفوا باللي كان فيه نقائص ولابد أن يراجعوا أمرهم قضية التربية الصحية مهمة لأن المريض قبل ما يمرض طبعا نحن مذهبين يتجنب ولا نقص من قلة الخطر كما قالوا الإخوة ما هي نحن قلنا الحركة هذا شيء مهم قضية الأكل الصحي قضية كما نقول نحن توقيف التدخين الجولة لا يكون ملوث ولكن في نفس الوقت عندما يمرض الإنسان لازم نربيه وكيف يستعمل الدواء وكيف يتجنب المضاعفات على المرض نعم طيب لم تجيبوني بخصوص الاستحداث اللجنة أو المؤسسة المخصصة باليقظة الوبائية لأنه اليوم مهمة جدا طبعا هذا الظهور الفيروسات الجديدة نعم شيء مهمين في الاستحداث والمنظومة الصحية هو استحداث المرحة هذا يتعال اليقظة وكذلك استعمال التكنولوجيا من أجل تحسين نظام الصحي الرقمنة نعم لأنه إذا تحتاج نتحدث على الرقمنة ما تلوحوا اليقظة لأنهم لسنين يكونوا مع بعض نعم إذا تكلمنا على الرقمنة الآن يجب أن نعرف أنه الملف الصحي مثلا للمريض في المستشفيات إذا حبستله ما تلقيه ولا لقيته تلقي ما فيه معلومات المعلومات هذه التي تخليك تبني عليها وتخليك تستعملي معطايات لكي تديري هذا لم يجير ولا الاحترازات الوقائية إذن الرقمنة الآن مشكلة تعطل في الصحة الرقمنة في كل سنة نقول اليوم سيتجسد ولكنه مشروع دائما تعطل هو مشه بالسهل لا مشه بالسهل الرقمنة لكن 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 الآن في الاستشراف نحكي على هذا هو الرقمنة نعم يقولوا هي المعلومات التي ستجيك من المريض لتقدر تستعملها أولا في المتابعة وكذلك من أجل الدراسات وخروج بنتائج نعم هذا أول شيء الثاني شيء كنت تحطي على اليقظة الكوفيد علمنا أنه لازم يكون وعد ندح اليقظة وش ما يعني أنت ستستعمل ديزوتي 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 تعالي تعلم الأوبيئة ولا البيوستات اللي راح تحدي دي سوي بالإكزامل نتبع عند السيستام دي سورفاييونس من اللي نتبع به الأمراض لما نصل إلى سوي لحد لازمنا لارتي سلطات العليا وهذه بالطريقة لنقدر نبريبار الأشياء اللي نواجه في الوقت اللي رأنا فيه مع الكوفيد تعلمنا أنه استحداث الانستيطو وليقظة مهم جدا دول كثيرة تعمل بهذا النظام دول كثيرة عندها سكونا بادي سانيتار إذن هي تقوم على تحديد لما نصل لحد مؤشرات مؤشرات لحد المؤشر بدراسات ينشر علمية لما تكون الرقم عندك الدراسات ستكون سهلة إذن كل شيء يكمل بعضه وهذا هو لماذا يكون مع هذا التجديد النظام النقطة مهمة جدا كنا نتكلم عليها لأن لماذا عندنا مشكل في رقم أو في يقضة الصحية لماذا عندنا المشكل ولماذا نروح للمشاكل التي لم تدين نتائج حسنة لأن الأسلوب الذي نخيره غير مناسب للواقع الجزائري نخدم كما البلد المتقدمة نحن نجيب أسلوب بتاعهم والأسلوب بتاعهم لا يستطيع أن تبقوا في الجزائر هذا معروف جدا لذلك لذلك نظام صحي يتوافق مع مميزاتنا نعم مميزاتنا هذا مهم جدا غلطات وغلطات قمنا بهم مثلا بروفيسور نيبوش في الرقمنع الرقمنع لازم يكون تدريجيا نحن ما عندناش يعني الآن عندما نبحث مثلا على إحصائيات في السكر وهلما ماجر لا نجدها يعني كيف يتم استيراد هذه الأدوية على أي أساس يكون الاستشراف نعم الرقمنع تكون تدريجيا كما في المستشفى يجيوا يقول نديروا الرقمنع في المستشفى يعني يعني بعض أيام لازم تكون الرقمنع ونجيب يعني كل وسائل العلمية الحديثة جدا ونحن ما عندناش خبرة نبدأ وتدريجيا نعم نحن يا الآن الموارد البشرية اللي عندنا في المستشفيات ما راهيش الآن قادرة باش تطبق الرقمنع كما في البلدان المتقدمة هذا الأسلوب لازمو يتغير ولهذا يعني خطأ الكبير أنا اللي نقولها نعم ما لازم نقوم بهذا الأخطأ لأن هذا الأخطأ راح تؤدينا إلى الفشل مشاكل أخرى نعم تانيا اليقضاء الصحية حبيت نقول الكلمة نحن سنوات وسنوات الآن رئيس الجمهورية سمعته يهضر عليها أولا لأول مرة لأول مرة رئيس الجمهورية يهضر على اليقضاء الصحية هذا مهم جدا سنوات وسنوات موش فقط على الأمراض المتنقلة كنا نهضر على الباليوديز من قبل كنا لازم تكون يقضى يعني تكون أهداف يعني عند الباليوديز يدخل لنا من إفريقيا تكون يقضى ولكن يقضى في كل أمراض أمراض القلب الشريين تكون وهادي هادي 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 تحضر عليها مهم جدا في الوقاية والرقمنا لازم تكون ولكن تكون رقمنا يعني تكون بأسس علمية تدريجيا نعم وعني بس تكون فعالة أكتفق تماما مع زملائي ليقضى ليش الهدف منها ليقضى كما العسس تحطه عس نفس الشي يعني يكون مشكلة يخبر باش تكون عندك نظرة استباقية قبل ما تحرق الدار أنت تقوم بالوجب ما تخليش النار تتشعل هذا هو المهم تقرأ حذرك كانت موجودة كان على كل حال فيها ولكن الآن تكون عندها معهد ولا تكون عندها مؤسسة ليتكفل بهذا الشي وهذا شيء مهم بزد بزد النقطة الثانية عندما نروح يكون تهضر على المنظومة الصحية نطرح السؤال أحلاش والله يروحوا يخدمون في البريفين النقطة الثانية أعلاش المرضى الجزائريين كين مجموعة منهم تروح لتونس ولا تروح لتركيا نعم للأسف نطرح السؤال هل نحن نقص في الأدوية هل لدينا نقص في الموابط البشرية هل نقص عن هذا نحن بالنسبة ليا قضية كيف المنظومة الصحية تعمل والأولويات تحى والتنسيق بين مختلف المؤسسات لو كنت تكون عندنا نظرة استشرافية ونظرة واضحة استراتيجية واضحة نعطيك مثال مثلا في ما يخص لغرافي باتيك يعني كما نقول احنا زرع الكبد كيف الجزائر بعد 60 سنة ما لدينا زرع الكبد في حين أنه زرع الكيلات تمت في 88 نعم كنا السباقين كنا السباقين لازم نبحث عن الخلل ونلقاوله حل نلقاوله حل في القطاع العام ولا نلقاوله حل في القطاع الخاص نعم لأنه ما كانش فرق لازم يفهموا تكامل هناك تكامل ما يكون تكامل كل بين القطاع العام والقطاع الخاص نعم وهذه تكون مهمة عندما نديره ما يسمى بلودوسي ميديكال نعم الملف الطبي الإلكتروني نعم يهضروا عني هالإخوة عندما تكون عندك لا ديجيتاليزازيون يكون عندك رقمنا تعرف المريضة أو في الشرق أو في الغرب تعرف المرض وش يخصه وش اسمه وش عنده من مرض تعرف مثلا لا كالسرير هنا تبعثوا لسرير آخر الدواء اللي يستعملوا هذه الشيء المهم لازم نبدأ بالبطاقة نبدأ بالبطاقة هي أول مرحلة البطاقة الصحية غير موجودة الآن في الجزاء نعم نحن بدنا بدنا لا لا مش كارتشيفة كارتشيفة تحصيحة 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 كل معلومات تبيبية تحصيحة كل معلومات مريضة في هذه البطاقة يعطيها للطبيب خاص أو طبيب عام يعطيها هذه البطاقة فيها كل نعم وليس يحمل معها ملفات ويذهب من قسم القسم إلى آخر أتكلم أستاذ طبيب عبيع على نقطة مهمة جدا يعني باش نحوس وراه الخلل لماذا الجزائري يروح إلى البلدان يعني ك نعم وأموال ضخة في الجزائر في المؤسسات الصحية أو فرنسا نعم وإحنا عندنا كل إمكانيات نعم يعني بلادنا وفرت كل إمكانيات لازمة بأموال كبيرة جدا باش نتكفلوا بالمرض ولكن فيه خلل ما هو المشكل بروفيسور نيبوش؟ هل هو مشكلة التنظيمي أو التسييري؟ هو مشكلة خلل خلل هذا عند مشكلة التنظيم وتسيير أيضا لأدى إلى فقد الثقة ثقة المواطنين ليعادوا يروحوا يعالجوا إلى الخارج هي الجزائر عندها كل إمكانيات كما قلت باش تكفل كل أمراض الموجودة الآن يعني عدد كبير يعني الآن وإحنا تقدمنا في نوعية التكفل بهذه الأمراض ولكن هذه المشكلة لازم نعالجوه نعالجوه لأن هذه المشكلة يعطي نظرة صورة غير لائقة للجزائريين نعم وهذا لازم نقومه بالوجب باش نعالجوه هل هو نقص في تكوين المدراء؟ هل هو نقص في هذا سوء التسيير والسوء التنظيم؟ راجع لأي شيء؟ هذا سوء التسيير احنا طلبنا من قبل باش يكون تنسيق تنسيق بين كل المؤسسات الاجتشفائية لأنها مؤسسات كبيرة جدا وفي خلل بين كل مؤسسة لمؤسسة نعم والمريض أصبح يروح تائه تائه تماماً وما يلقاش الحل نعم المريض كي يكون عنده مرض يتقلق كي ما يلقاش الحل يروح للخارج لأنه يلقى كل الوسائل من الدماء فيه تنظيم صحي احنا نطلبوه بل يكون إعادة في تنظيم الصحي بحسب طلب المواطن لازمنا الآن وأنا أطلبت من قبل باش يكون المواطنين يكونوا معنا في الورشات حلقة مهمة جدا في الورشات باش يعطيهم نظر تحهم احنا ما نقدروش نعطيه النظر بتاع المواطنين لأنه أطباحنا نعم كالسلك يعني طبي ما عندناش نظرة صحيحة يعني تاع الميدان نعم ولهذا المريض لازم يعطي في كل بلدان يعني نطلبوا رأي متاع نعم مهم جدا المريض ولهذا مهم جدا باش نطلبوا ما هو يعني المشاكل ليعنيوا منها المرضى تاعنا الجزائريين نعم حتى من بين المشاكل التي طرحت أيضا هي مثلا تقييم النفقات الصحية كم يعني هي تكلفت مثلا جراحة أي عملية جراحية كم يكلف المريض مثلا في الاستشفاء يعني كلها أرقام غائبة في منظومتنا الصحية وهذه تؤدي كما صرح أو أكد رئيس الجمهورية إلى التبذيل في عديد المرات في مؤسسات استشفائية هناك انتهاء لصلاحية أدوية ومستشفيات أخرى بحاجة إليها سؤال مهم أن تكلمتي على التبذير فعلا نحن التبذير الإنسان لا يدير حساباته يطيح في التبذير أولا لكي نقضيه على هذه الظاهرة أنا أظن أن يجب أن يكون تنظيم وتكون سياسة واضحة تاع المحاسبة والتقييم نقيم العمل تاع مؤسسة حتى الطبيب يقيم مثلا كم مريض شافي اليوم شيء مهم نحن يشوف عشرين مريض يشوف زوج نفس الشيء مدير مستشفى لابد أن يقيم لابد أن في بعضنا نشوف واش قدم من خدمات إذا كان في خلل في قضية الوسائل تاع الكشف لماذا عنده خلل إذا كان عنده مشكل مالي ينبغي أن نحلو المشكل المالي إذا كان عنده مشكل تاع تسير ينبغي أن يدير تكوين في التسير نعم لأنه كنشوف المعادلات على الصحة واش كون يدخلوا فيها عندك يدخل فيها المسير نعم يدخل فيها الطبيب وعمال الصحة يدخل فيها أيضا المواطن الذي لازم نقولنا بالتربية الصحية نفهموه ونعلموه كيفاش يقدر هو يصبر كيفاش يقدر يتعالج وفي نفس الوقت لازم تكون عندنا سياسة واضحة وإرادة سياسية في التسير والتنظيم وإصلاح المنظومة والصهر على نجاحها نعم لكل ما نصهروش على نجاحها مستحيل تمشي ومن ضمن الوسائل اللي رايح تضمن لنا نجاح هي الرقمنة لأن الرقمنة عندك ما يسمى بالأجنبية لطع سابديتي عندك الدواء من جاء وشكون اللي يخذه عندك الطبيب عندما يكون عندك لدوسي ميديكال كم شافر من المريض وكم دار عملية المريض غدوانتية مثلا احتجتي طبيب في اختصاص ما دركنا هدروا مثلا بعض الاختصاصات نادرة نقص الطباء فيها تأخذي مثلا أمراض النساء تأخذي مثلا الأشعة نعم مشكلة عويسة تأخذي مثلا الوفطالبو لأنهم مطلوبين كثير في خارج المستشفيات وحتى في الخارج كالناس بزاف يسافروا للخارج نحن نطرح السؤال نزيف 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 لازم نوفروا الظروف اللازمة لعمال الصحة باش يقدروا يؤديوا الوظيفة تحم كما ينبغي والسيد الرئيس الجمهورية كانت تكلم في هذا الموضوع نتمنى وإن شاء الله عندما نراجع للإستاتيو ونراجع با يونيكمون للإستاتيو تعالى تعالى العمال العمال وأيضا المؤسسات الاستشفائية كيفية تسيرها نعم كيفية تمويلها تمويلها لازم نعرف تقييمها تقييم النشاطات كما قال للزميل درك المريض مسكين يجي للمستشفى نقولوا الاستشفاء هاو بدون مقابل الاستشفاء بدون مقابل بس صح يروح للخارج يدير سكانر يخرج يدير سكانر يروح يدير تحالي هذا التكاليف هو يدفعها من جيبه وحتى التعويض ماهوش في المستوى انت يدير سكانر مثلا مليون وثمانمائة يعاوضوا لك كمان يشعر ثمانين نلف هنا اشكال لازم نطرحه كيفية تمويل المؤسسات وفي نفس الوقت تقييم العمل تعمال الصحة وأداء المستشفيات وفي نفس الوقت نفالوريزيه ونقيمه نعطيه قيمة العامل للطبيب وعمال الصحة اذا كان طبيب تحفيزهم اذا كان انت طبيب عنده مدخول كذا او خارج الوطن مدخول كذا سؤال مرة لي فاتي او معلومة وصلتني انه في تركيا الطبيب انا لا ادعو باش الناس يكونوا برجوازيين او الى ذلك الطبيب منذ سنوات في تركيا ضعف المدخول تقريب 800 مرة بالنسبة في البداية وهذا قالها مسؤول كبير جزائري 800 مرة فهذا يؤدي بالطبيب انه يبقى في المستشفى يعني لازم له تحفيزات في المناطق الداخلية في قضية اخذوا مدينة او قرية من قرى الجزائر البعيدة لازم رئيس البلدية والمسؤولين المحليين يبحثوا على الحلول كيفاش الطبيب يبقى عندهم نعم لا تفرره إذا كان يحتاج شيء آخر نوفره لا هي الوسائل التحفيزية بشيء يبقى عندك الطبيب في بسكرة أو في تامراست حتى تكون تغطية صحية لازم نلاحظوا هذه الأشياء من الناحية المادية أمور أخذي أكثر نعم نقطة مهمة وكانت فيها ورشة في الحقيقة هي التمويل ولا مصادر التمويل المؤسسات الصحية هذه النقطة هي المشكلة الكبيرة إذا اخذنا تجربة في التاريخ المؤسسات الصحية تمويل مؤسسات الصحية حتى الآن دولة وكذلك كانت فيها بعض الاقتراحات من المسؤولين وكانت تمشيش طلبه الإنسان عندما يدخل الكنسلطات يخلص 50 دينار أو عندما يدخل إلى المستشفى لكن لم تتمشيش الآن حتى مكاتب التوجيه الذي رأيناها بعض الأحيان راحت معدناش نشوفها في المستشفيات حتى المشكل أنه الآن عندما تقيم الجستيونار الجستيونار لا يفكر في التمويل المؤسس الجستيونار عنده الدولة هي التي تعطيه الإمكان على حساب لا يوجد أهداف لا يحققها أظن أنه من الأشياء الجميلة التي كانت صارت في هذا الملتقى أنه كان لازم نلقى طرق جديدة إلى التمويل نعرف كلنا 22 سنة نتكلم على الأكناس نعم نقول أنه تعطينا الآن مهم جدا أنه مع تطور المعطيات العلمية وجعدنا كمعلومات العلمية أنه ندخل يخدم به كل الدول أنه يدير عملية جراحية الروم بورسومة سيكون على حساب ذلك العملية الجراحية بالطريقة هذه المؤسسات كما كان يحب يقول أنه سألميز من المؤسسات التي تشتغل والتي ستدخل إلى التمويل إذن التمويل لسيستام نعم كان شيء مهم أذكره على التنظيم وعليش الناس تروح لتركيا مثلا الخارج يعني علش تروح لتركيا في دول كثيرة المصالح الاستشفائية تتقيم الطبيب المختص لرئيس المصلحة حتى أن هذه المصلحة تتأخذ الاسم نتاعه والاسم نتاعه هو اللي يجيب المرضى عملية التشهير لكل العيادة الطبية نحن في الجزائر هذه التشهير العيادة لا يوجد الآن من الأهم لكي نقدر أن نفلوريز المؤسسات الصحية إعادة الاعتبار هذه الميكانيزمات الجديدة تتجسد وخاصة تنويع المصادر التنوين إلى المؤسسات بروفيسور نيبوش اليوم الاتجاه إلى مرحلة أخرى فضل أحبت نهضر على التقييم 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 اللي يجب يدي إلى هذا غير موجود في الجزائر غير موجود في الجزائر نحن يعني طبيب يخدم لا طبيب يخدم لا يجب أن نحسبه يقدر يعمل عدة نشاطات صحية نعم نشاطات صحية ولكن تقييم فعالية النجاة نتهاد النشاطات غير ما نقوموش بها في الجزائر غير موجودة موجودة في كل البلدان العالم ما نقدروش نتقدموا إلا كان الفعالية يعني وهذا في هذا الميدان ما نقدروش نقومو بها التقييم يعني ضروري جدا ثانيا المراقبة كنا نهضروا على التبديل عبيتنا نهضر على التبديل المراقبة غير موجودة نحن كنا نهضر زميلي على الكناس الكناس عندها رقمنا متقدمة جدا الكنفنسيونمام على الكلينيك بخيفي موجود وعندها مراقبة مراقبة حديثة وحديثة جدا مراقبة يعني لما تديش إلى التبديل يدخل المريض في المستشفى تقدر تدله خمس كنار تدله يعني كل تحاليل اللي غير مطلوبة لهذا المريض يعني ب طريقة عشوائية طريقة عشوائية كبيرة جدا المريض يقعد شهر شهرين ثلث شهر في المستشفى بلا حتى دواء وحتى يعني يسنى واختاش يعني يخدموه للنار أو معطر نعم مشكل صيانة أيضا مشكل عويس نجمو نهضر عليها نعم يعني كل هذه المشاكل تركمت نعم بكثرة وصبحنا يعني في خلل في تسيير نعم خلل في تسيير المستشفيات الآن ولهذا يمكن أن نخرج من هذه المرحلة نعم نقدر أن نخرج من هذه المرحلة لا ولهذا يعني أننا متفائلين لأن حان الوقت الآن باش المنظمة الصحية تعنا تخرج من هذه الأزمة نحن كعطبة كأساتدة نحن يرى أن يعني وعليش متفائلين لأن نحن نعرف المشكلة وراها ونعرف يعني دوات الاختلالات نعم كيفاش نعالجوا هذه المشكلة نعم نحن نعطينا لأن نعطينا كل إرشادات لسيد رئيس الجمهورية نعم باش يأخذ القرار الآن نعم ونحن يعني متفائلين جدا ويعني وفي يعني باش نكون متفائلين نحن نشوف يعني الوقع الآن ونشوف يعني السنوات اللي جايع رح تكون أحسن من السنوات نعم وحتى تكون أحسن يجب أن ترسى قاعدة الاستشراف نعم نحن في ختام الحصة هل نحن سنخرج من هذا النفق وتعود المنظمة الصحية بوجه الجزائر الجديدة بوجه المجاهد الذي حارب وداوى الجزائري أظن أن كل الشروط الآن متوفرة بالأجل الخروج أولا الهدف تعليقات اللي كانت شرفت عليها وزارة الصحة وكانت متتبعة تحت إشراف رئيس الجمهورية كل هذه الشروط اللي ستمكنها من الخروج لكن المهم جدا أنه الآن علينا عمل كثير لأنه خرجنا بمقتراحات ومقبولة من طرف رئيس الجمهورية هو كغيطاء لنا الآن علينا العمل من أجل استراتيجية مبنية بطريقة جيدة لا يجب أن نطبق كل شيء في مرة كان أولويات لتخلي المواطن يحس بأنه الصحة أولا فيه تحسن في وضع وخاصة المواطن يحوس لأنه الظرف جد ومناسب للوصول إلى هذا الهدف خفصة طبيبية هل يمكن أن نقفز أو نغير أنفسنا وننتقل إلى مرحلة أخرى مرحلة الجزائر الجديدة بوجه جديد بمنظومة صحية ترقى إلى متطلبات المريض إلى متطلبات الطبيب إلى كل الأسلاك الطبية وتضع حد لتيهان كل واحد منا في هذه الشبكة طبعا شكرا نحن كلنا متفائلين ولكن أنا أظن إذا كان فيه الإرادة السياسية والنية الحسنة وتضافر الجهود تعجميع الناس اللي داخلين في المعادلة تعصحها أنا أظن سنصل النتائج مهمة جدا فبالتالي إن شاء الله نستبشروا ونتمنوا أن هذه النصائح أو التوصيات التي تمت تترجم في مواد تنظيمية تنظيمية سريعا وتطبيقها والصهر على تطبيقها وطبعا تقييم ومعاقبة ومحاسبة الناس الذين لا يلتزمون بها حتى يتنفس الجميع السعداء شكرا 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 لكم الصحة والعافية وقدمتم بخير إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة